مشاهدين الكرام نرحب بحضراتكم من هنا من مدينة شرم الشيخ حيث فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب 27 قمة التنفيذ وفي إطار التنفيذ لما تم الاتفاق عليه من مشروعات مرتبطة بالتنمية المستدامة تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن في كلمته هنا من شرم الشيخ عن بلان صنورة أو مشروع صنورة لتوليد الطاقة الشمسية وفي هذا الإطار يسعدنا أن يكون معنا اليوم صاحب هذه الخطة وصاحب هذا المشروع السيد فرانسيسكو أكونيا رئيس مجلس الاستدامة بالمكسيك السيد فرانسيسكو مرحبا بك في مصر أولا هل لك أن تخبرنا أكثر عن مصنع أو محطة صنورة؟ طبعا شكرا لإستضافتي هنا صنورة هي استراتيجية للمكسيك كما تعلمون صنورة هي منطقة تتاقى لحدود كاليفورنيا وأريزونا والمكسيك وأيضا تاريخ صنورة صنعي لأننا قريبين جدا من التاريخ الأمريكي لذا هناك كثير من الاهتمام في مكسيك وأمريكا على إيجاد آليات وطاقة نظيفة كل هذا سيساعد في صنورة أن تكون منطقة متكاملة إذن الفكرة سينورة هي إيجاد الطاقة الشمسية بحجم كبير وكمية كبيرة لأن سينورة كمصر لدينا صحراء بمساعات كبيرة ولا بد أن نستغل الطاقة الشمسية إذن هنا الحكومة في مكسيك وسينورة أخذنا المبادرة لأن يكون لدينا محطة سينورة الكبيرة أن تكون هذه المنطقة أن نضع مبادرة في السيارات الأربعية ومنظومة متكاملة لن تقال من التعلوم بإيجاد مهندسين صغار ثم بعد ذلك إلى الهندسة الإلكترونية ثم الطاقة ثم تطوير الآليات الجديدة خاصة بالرقائق الموصلات كل هذا النظام العملي والعلمي يساعد أن تكون المكسيكا نقطة إضافية عندما تحدث الرئيس بايدن عن الطاقة الشمسية تحدث عن هذا الأمر كنا منذ عدد ساعات عدد ساعات مع سكرتير جو بايدن وأيضاً وزير خارجية المكسيكا ونحن هنا حدثنا عن سينورة وكان قال هناك قصة ومزحة نحن نقول نحن نتشارك معكم في الأفكار حما تحدث ميشيغن وغيرها قال أنه سعيد بهذا سيد كاري لأنه لديه اهتمام واضح وصريح أن تكون مكسيكا والولايات المتحدة تعمل جنباً إلى جنب في قضية التغير المناخي ولذا ما قدمناه على تحالف أن تكون تحالف ثنائي وإيجاد حلول ثنائية لتغير المناخي منها الطاقة النظيفة وتوليدها وأيضاً التعامل في الطاقة نظيفة في مصنعات أخرى ونكون أكثر تكاملاً هل لكم أن تخبرنا أن ننفذ هذه الخطة على أرض الواقع؟ بالفعل أننا بدأنا بدأنا مع 1 جيجا انتاج ونحن بالفعل حققناها الآن ثم بعد ذلك إضافة 1 جيجا إضافية ثم بعد ذلك عملية القدرة القهربائية ثم ندعو الحكومات وشركات أن تشارك وأن تعزز هذه الإنتاجية نحن بفعل نبني بناء تحتية محددة لاستضافة هذا النوع من الصناعات التي تكون ليست فقط هيكل وابنية ولكن بالفعل البنية التحتية موجودة إذن هذه هي منظومة متكاملة ثم بعد ذلك في عملية التعليم لتأهيل مهندسين صغار نعم بالفعل تم تعديل المناهج التعليمية وأن تكون فقط مناهج مبنية على خطط وطنية وهذا سوف نحاول أن نصل إلى الهدف المكسيكا الذي سيكون من جزء من المناقشات الخاصة بالمكسيكا خاصة فيما تعلق بمصنع ومحطة سينورا وأخيرا فيما تعلق بالجزء المهم هذا النوع من المشروع سيكون هناك تشارك وشراكة المستقبلة بين مصر ومكسيكا في هذا القطار بالطبع كل الشخص في مصر هنا شغفهم بما يقدمه الحكومة المصرية والطبيعة المصرية ونحن سعداء أن نكون هنا ونحن معجبون بما تقدمهم وأيضا ملهمون بما تقدمهم حتى هنا في مؤتمر المناخ النار هناك أمور نتشاطرها بيننا ومهن الشمس والمحيط أيضا إذا عبرنا المحيط فنحن قريبين من موطننا إذا هناك فرص مشتركة بيننا أنا كشخصي سأسعى إلى استكشاف هذه الفرص وسأكون هناك إسفادات كثيرة بين البلدين بين مصر وسينورا شكرا لك على وجودك معنا سيد فرانسيسكو مشاهدين الكرام كان لنا هذا اللقاء مع سيد فرانسيسكو أكونيا رئيس مجلس الاستدامة في المكسيك والتي تحدث فيه عن مشروع بلان صنورة لإنتاج الطاقة الشمسية وهو أحد المشاريع المتعلقة بالتنمية المستدامة من هنا من شرم الشيخ في قمة المناخ كوب 27 شكرا لكم وبقوا معنا